السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة قناة القيام ورقاته إن شاء الله اليوم سنكمل الجزء السادس في موضوع النتائج في النظام الجديد هنا كم تلس من يوم وكم تعطيك من حصارات وفي كل حصارات كم تعطيك من محصول فخلونا نبدأ اللي حاب ينظم معنا في الدسكورد إذا أنت سواء كنت سوني أو بي سي أو إكس بوكس فحاب تنظم معنا في حسابنا في الدسكورد فها رابطات موجود في الوصف هنا النبتات الثلاث اللي هي نبتة التنتكل ونبتة القودنسول ونبتة السنلايت بلب فطبعا الثلاث نبتات هذوري تجي عند المكينة هذي تمام تنزل لين هنا تجي هنا تحصل هذي حق التنتكل وهنا حق السنلايت بلب اللي هي الوارد بالعموم فجميع من الطلبات هذي بحط لكم مقاطعهم فتحصلون إلى عندك شكالية مدافة تجيب أحد الموارد هذي فبتكون داخل التعجب بحث تجيبها بشكل أسهل فخلوه نحن نزرع من حين طيب الحين ونزرع الثلاث نبتات هذولي اللي هي التنتكل هنا ونزرع هنا الغولدن سول بسرع شوي وهنا عندنا نبتة سنلايت بلب فنسويلهم يعني زي السماد بحيث تستعد التسكية أيوه حلو الانحين هذي التنتكل تحتاج ثلاث تسقيات وهنا الغولدن سول ثلاث تسقيات فنسويلهم بالسقية الذهبية عشان نسويلهم سكيب في موضوع التسكية الثلاث لأن السقية الذهبية تريد ميزتها لأنها تسقي حق ثلث مغات قدام فهذا أحسن شي فيها فهنا يقول لي الحصات سيكون بعد يومين أوكي بعد يومين نجي إن شاء الله ونشوف اللحصات الطالعة وكما هيطينها بالضبط طيب عندنا هنا نحين نبتة السنلايت بلب ونبتة جولدن سول ونبتة تنتكل فنحصودها هوم نشوف كم تعطينا التنتكل أعطاني 15 حبة تنتكل وأربعة سبوير والجولدن سول أعطتني 5 حبات جولدن سول وأربعة سبوير أوكي والجولدن سول 5 حبات و 4 سابرير والتنتيكل 15 حبة و 4 سابرير فنسقيهم و نجيهم بعد ثلاثة ايام هنا نفتح الجهاز للحصاد والتنتيكل والورد الورد نسقينا كم ؟ 400 و 4 سابرير اوكي والتنتيكل 15 و 4 سابرير فنسقيهم و نجيهم بعد ثلاثة ايام نفتح 5 حبة و 4 حبات و 5 حبات و 4 سابرير والتنتيكل 15 حبة و 4 سابرير فنسقيهم و نجيهم بعد ثلاثة ايام هنا لنفتح الولد و نفتح الورد و النفتح الشرك و 4 سابرير و التنتيكل نصرتهم هذا اخر حصارت لهم 15 حبة و 5 سبير و 5 حبات و 4 سبير والسان لايت 404 سبير بس اقيهم بس بموتون خلاص عن تحت بالنبات هذا انتهى طيب الانحنا نتكلم عن المباتات الثلاثة و كل واحدة كما تلت فيهم من يوم زي كده عندك القودن سول تلس 15 يوم حتى التنتكل و حتى السنلايت كل من 15 يوم القودن سول راح يعطيك في الحصارت الواحد 5 حبات و 4 سبير راح تقدر تحصدها 5 مرات تمام المجموع الكلي راح تعطيك تقريبا 25 او اكيد 25 حبة من القودن سول و 20 حبة من السبير هاااا عندك التنتكل راح تطيك في الحصارت الواحد 15 حبة و 4 سبير و راح تكت تحصدها 5 مرات اذا انت تقتر الوقت مضبوط يعني و راح تترضك في مجموع الكلي 75 حبة طبعاا هذي النبتة الواحدة 75 حبة و 20 سبير النبتة الاخيرة ليهي نبتة السنلايت برابطه ما قلنا 15 يوم في الحصار الواحد 400 حبة و 4 سبير طبعا المجموع الكل يجب عليك حوالي 2000 حبة من سلنات بلاب و 20 حبة من السبير طبعا احنا هذا كلها باعتقاد انك لما تسوي النبتات الدولي خصوصا ان كنتم سواء التندكل انا اشوف ان سوقهم مر كويس ففيه فرصة في التجارة فيها مر حلوة خصوصا لما تصل الاخر حصارين هي فيهم فايدة اما الثلاثة قبلهم ما في اي فايدة يعني كلها انت راح تعوض المبلغ اللي انت دفعت فيها اوشان تصنع النبتة فيها طبعا لان انت اذا جيت تصنع النبتة نفسها الموارد اللي فيها عشان تصنع النبتة نفسها بتكون مكلفة جدا تمام؟ فأنت احسب التكلفة او شي ناضح ناضح احسب التكلفة بعدين اقول والله انا من التكلفة هذي هل يسو علي اني لو انت انتجة النبتة هذي هل يسو علي اني ابيع بعدين وطلع مماها فايدة مكسب او لا فعليك بالحسب الاولى انك تحسب احسب التكلفة بعدين تشوف انا في تقاعدة اشوف انها مربحة من ناحية انها في اخر حصادين خصوصا ان الوحدة تقوم باع افتراضا ب1000 افتراضا وقلنا وان التن تكلم باع 300 الى 400 تقريبا الان سوق اتلقى الشيزة كذا اتباع السوق على القيمة هذي على الحبة الوحدة من 300 الى 400 فلو قلنا 75 حبة تمام لو معنا حاسبة هنا لو قلنا 75 حبة هذي انتاج النبتة الوحدة تمام 75 حبة هذي نضبها فيه هنقو 300 كحد اقل يعني لانو مزاكتها الان على السوق هتطلع لك مربح النبتة هذي 22500 هذي النبتة الوحدة طبعا النبتة الوحدة هذي تكلفت طبعا ان تطلب الوحدة هذي 10 او 15 كولتنسول انا هنقول 15000 لكنك راح تربح منها 10 او اكيد فعنت عليك بالحسبة هذي احسب انت التكلفة هذي و احسب كل شي فيها فحتى عندك نبتة الوحدة الوحدة تطلب منك حوالي 35 تنتكل عشان تسويها فانت احسب التكلفة هذي كلها حتى عندك اللي هي نبتة الوحدة الوحدة تطلب منك كولتنسول فانت شف في النبتة الوحدة 3 هل هي جسوة عليك انك والله يتسويها بطريقة هذي او لا لانا ما اروف دائما في عالم الزراعة انه خصوصا ان الوقت اللي انت بتخسره بل انت تخسر وقت اللي انت تنتبه مدة 15 يوم انك لازم تجي بالوقت بضغط بصان تتجي لو اتأخرت بيكون مشكلة عليك من ناحية اللي هو هنقول انه بيفوت عليك حصاد واحد كامل فهمت؟ فلازم تحرص انك تجي بالوقت بصان تتجي بمضبور تتجي يتوقيت عندكم منبه سواء كان في الجوال او عندكم منبه تنبه بالضبط انك ترى تجي قبلها تستعد انك تحصدوهم كاملين وعشان يلقي لك الحصاد موري كويس طيب اتمنى ان المقطع اعجبكم يعطيكم العافية مشاهدة اللي ما اشترك يشترك في عخص التنبيه نشوفكم ان شاء الله في الجزء القادم سلام سلام شكرا نشك پس نشك ترجمة نانسي قنقر